اشتركوا في القناة ان ميناء مقصر شمالي يعد من اكثر الموانئ العراقية تطورا وذلك بسبب الخطط التي وضعت لاعادة تأهيل البنى التحتية فيه والمشاريع الجديدة التي تم افتتاحها الامر الذي انعكس ايجابا على الاداء والاعمال المينائية والارادات المتحققة بحسب قوله بلغت مبيعة البنك المركزي اكثر من 203 ملايين دولار خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي وحسب لائحة البنك فقد بلغ اجمال مبيعاته 203 ملايين و721 ألفا و6 دولارات وطبقا للجدول فان اجمالي التحويلات الى الخارج بلغت 187 مليون دولار و551 ألف دولار اما الاجمالي السحوبات النقدية فقد بلغت 16 مليون دولار و170 ألف دولار ارتفعت اسعار الدولار الامريكي امام الدنار العراقي بشكل طويل في اسواق بغداد واربيل مع افتتاح البورصة وارتفعت اسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثي الرئيستين في بغداد لتسجل مئة واثنين وخمسين ألفا ومئتي دينار عراقي مقابل كل مئة دولار وفي اربيل سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع مئة وواحدا وخمسين ألفا وثمانمائة دينار مقابل كل مئة دولار وسعر الشراء مئة وواحدا وخمسين ألفا وسبعمائة دينار مقابل كل مئة دولار حققت اسعار النفط مكاسب خلال التعاملات الاسيوية يوم الاربعاء في ظل توقعات بان يظل نمو انتاج النفط الامريكي مستقرا الى حد كبير حتى عام الفين وخمسة وعشرين ما يخفف المخاوف من فائض المعروض وارتفعت العقود الاجلة لخام برينت بمقدار ثمانية وثلاثين سنتا لتصل الى ثمانية وسبعين دولارا وسبعة وتسعين سنتا للبرميل في حين زاد خام غرب تيكساس الوسيط الامريكي واحدا واربعين سنتا ليسجل ثلاثة وسبعين دولارا واثنين وسبعين سنتا للبرميل وقالت دارة معلومات الطاقة الامريكية في ثوقعتها للطاقة على المدى القصير ان الانتاج المحلي الامريكي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في كانون الاول عام الفين وثلاثة وعشرين والذي يزيد عن ثلاثة عشر مليون برميل يوميا حتى نهاية شهر شباط عام الفين وخمسة وعشرين انضم المزارعون الاسباني الى الاحتجاجات الواسعة التي تجتاح اغوروبا ضد السياسات الزراعية للاتحاد الاوروبي هذا واصطفت الجرارات على الطرق السريعة في العدد من المدن بما في ذلك العاصمة مدريد ما تسبب في الطرابات المرورية واغلاق متقطع للطرق واصدرت نقابة القطاع الزراعي بيانا تؤكد فيها الحاجة الى المرورة في السياسات الزراعية للاتحاد الاوروبي ودعت الى فرض قيود ورقابة اكثر صرامة على المنتجات القادمة من خارج الاتحاد الاوروبي ولان الى اسعار الملات الاجنبية مقابل الدينار العراقي والى اسعار المعادن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاية المهجز الى اللقاء